متابعة لسير دروسي حضر والي قرغل أحمد ناولسي دبا صباح اليوم مراسم رفع العالم الوطني في مدرسة تولدي بولاية كيهيدي وخلال هذا الحفل قدم تلاميذ النشيد الوطني إذانا ببداية يوم دراسي جديد حيث عاين الوالي رفقة سلطات الإدارية وممثل الأجهزة الأمنية والمدير الجهوي للتهذيب الوطني سير الدروسي ومدى انتظامها وفق المناهج والمقرارات التربوية إضافة إلى التعرف على مستوى الحضور لدى المعلمين والتلاميذ وأبرز المشاكل المطروحة في هذه المدرسة التي تعد من أكبر مدارس كيهيدي وفي هذا الإطار دعا والي قرقل قائمين على العملية التربوية إلى بذل المزيد من الجهد وتضحية من أجل إنجاح العام الدراسي ودعم أهداف المدرسة الجمهورية التي دخلت سنتها الثانية ترجمة نانسي قنقر